على مبدأ التنافس بين دول العالم من نوع التنافس الذي يوكب سن القوانين والتشريعات وتطبيق ما يخدم الشعبائي دولة يوضع العراق في مربع الأزمات والتأخير تأخير بفعل معادلة سياسية لم تفكك رموزها منذ زمن طويل زمن أرهق العراقيين في البحث عن غرفة قرار تنهي زمن التناحرات وتبدأ في تحقيق الإنجازات سابقا وقبل الانتخابات المبكرة تعرض البرلمان لانتقاد بسبب تأخيره في تشريع القوانين وتعطيل جلساته وفق أمزجة القوى السياسية تعود تلك الصورة مجددا مع تأخر قاتل يمنع الدولة من تحقيق إنجازها الوطني السياسي والسبب ذاته صراع وخلاف سياسي بين القوى والكتلة لذا كان توجه البرلمان بالبدء في مراقشة القوانين المعطلة واستضافة مسؤولين بإشراف اللجنة القانونية ووضع جدول أعمال لممارسة النشاط التشريعي والرقبي كان في صلب العلاج المباشر لأزمة التأخير المكررة الحل الذي رآه المجلس يقضي بمنح الحكومة الحالية صلاحية رفع الموازنة إنقاذا لما يمر به العراق من عنوان التعطيل الكبير وفي تلك الحالة تكثر التساؤلات حول دستورية رفع الموازنة على يد الحكومة الحالية سيما أنها تنتظر إنجاز القوى السياسية لإتمام مرحلة تشكيل حكومة جديدة تساؤل حول مشروعية إنجاز الحكومة لإدارة ملف الموازنة وقرارات يحتاجها الشارع على أحر من الجمرة سيما إذا بقيت حالة الانسداد السياسي إلى أمد أطول مما مضى وما هي الصلاحية التي قد يمنحها البرلمان لها في حال استمرت أو دخلت في محظور الفراغ الدستوري إذا ما استمرت أزمة السياسيين ونزاعهم على بناء البيت السياسي الجديد الذي لم تثبت ركائزه حتى اليوم